اهلا وسهلا فيكم من جديد من رحب عمر أوتي وندين أبيدة وهما مدربان في فرقة ألبروز للفلكلور أشهر كثير راح نتحدث عن الحفل السنوي الذي سوف يقام إن شاء الله يوم الخميس في قصر أثقافي الملكي أهلا وسهلا عمر مرحب أهلا وسهلا ندين صحيح الخير أهلا وسهلا فيكم ندين وعمر خلونا بس هيك بداية ناخد نبدي سريعة عن فرقة ألبروز امتا تأسست قدي عدد الأعضاء فيها فرقة ألبروز تأسست مع تأسيس المدرسة بالأربعة وسبعين الفرقة فيها طلاب المدرسة الراقصين فيها والإداريين والكوريوغريفرز والمدربين كلهم كمان خارجين المدرسة الراقصين بتراوح أعمارهم من عشرة لعشرين سنة عدد الراقصين بالفرقة كلها فيه تقريبا مية بس اللي بدهم يشاركوا بالحفلة 52 راقص هي الفرقة عبارة عن انها للتراث من النشاطات التراثية اللي موجودة بالمدرسة مشان نحافظ على تراثنا نعلم الأجيال العم تكبر وعم تيجي العادات والتقاليد بس هي هاي فرقة جميل والاسم جبل بالقفقاص نعم صحيح جميل عمر يعني الفرقة نشأت مع نشأة المدرسة من درست الأمير حمزة أكيد والهدف منها إحياء التراث والعادات والتراث الشركسي يعني احكي لي قديش هذا الموضوع مهم بالنسبة للأطفال خصوصا أنه انتوا الطلاب عندكم تقريبا من عشر لعشرين سنة تقريبا أعمارهم قديش الموضوع هذا مهم بالنسبة لهم يعني بالنسبة للأطفال يعني غير أنهم بتعلموا عاداتنا وهدول بالبيت يعني كثير مهم أنا يعني شخصيا يعني عشاني كنت بالفرقة من زمان كثير شغلات تعلمت عن الشركس وعاداتنا وعن التراث وعن الفرقة نفسها حلو فيعني احنا بنحاول نعلم أكتر إشي بنقدر عليه أنه يطلع الزلمة عارف كل إشي عن العادات وعارف كل إشي عن التقاليد وعن تراثنا وفرقة نفسها طيب خلينا نحكي عن حفلة الخميس أول إشي كيف استعداداتكم الحمد لله اللي عدد تدريب كل يوم أكم ساعة تتدربوا يعني تقريبا صرنا ش صرنا كثير يعني أربع ساعات ثلاثة أيام بالأسبوع وشو اللي رح تقدموه بالزبط بالحفلة أكم ساعة أو قدي مدتها يعني تقريبا من ساعة ونص لساعتين الحفلة فيها أشكال وألوان يعني من رقص وعزف وغنى كله شركسي طبعا حلو يعني نادين عمر حكالنا قبل الهواء أنه في فقرات متعددة كيف بتأسموا الفقرات؟ كيف بتأسموا الفقرة مدتها؟ العدد الناس اللي بتشارك فيها؟ يعني كيف السيستم اللي بيشتر عليه؟ هلأ المدربين اللي بعملوا الرقصة هم اللي بقرروا أدي عدد الرقصة اللي بالرقصة هلأ طول الرقصات بتروح ما بين خمسة لعشر دقائق هلأ بين كل رقصة ورقصة بنحاول نخلي فيه مثلا نحط الأغنية بما أنه في غنى أو عزف مشان نلحق غيار وباكستيج ما يكون فيه توتر ويكون كل إشي سلس والحفلة تمشي بسلسة وتكون مسلية للجمهور طبعا هذا كله باعتمد الترتيب كيف المدربين حاطين الرقصات ميمدوا الرقص ميمدوا الرقص كيف تفاعلكم تفاع الجمهور معاكم بيكون على الجمهور على فكرة مش كله شركس يعني كثير احنا بنحب كمان نروح نحضر حفلات بتكون ورقصات شركسية وبنحب نشوف هذا الفولكلور الرائع فكيف بتحسوا تفاع الجمهور وقدي عملتوا حفلات برا كمان كيف كان ردة فعل الجمهور يعني دايما جمهور يعني احلى اشي دايما بيكون بالحفلة يعني كل مكان اكتر جمهور كل مكان احلى يعني بيكون وبرا كمان بنبسطه يعني احنا عملنا رحنا عمهرجانات برا يعني من بسكتلندا بفرنسا بالمانيا بسويسرا بابوضبي كمان اخر فترة كتير حلو يعني كل كل مصرح من روح عليه بيكون فيه اشي تاني بيختلف عن مصرح تاني يعني حلو 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 هو اللي في الكلور الشركسي دائما فيه له قلق نسرين يعني مختلف يعني دائما كتير سبيشل ودائما كتير مخصص من ناحية اللباس من ناحية الرأسات نفسها من ناحية يعني الناس بتحب كلها الرأس الشركسي لانه والازياء الشركسية طبعا لانه كتير كتير مختلفة وفيها هيك يعني كبرياء كتير عالي فالناس يعني ما بتفوت بشكل عام حفلات فغلينا لو سمحت نحكي شوي عمر عن الحفلة نفسها وين المكان الزمان التيكت الناس امتى ممكن تيجي ومن وين تشري التذاكر على الباب اذا فيه التذاكر ولا لا كيف الناس بتوصل الحفلة بقصر الثقافة بواحد ثمانية يوم الخميس هذا والتذاكر فيه خمسة خمس دنانير وعشر دنانير وخمسة عشر دينار بنباعه بالجمعية الخيرية الشركسية المركز وسماور المطبخ الشركسي وبجم ميدان اللي جنب النادي الاهلي نعم وبمخبص قارشة اللي عنده الثامن حلو قدي هاي الحفلات فعلا بتحقق الهدف المرجو يعني انتوا كفرقة مثلا وفيه فرق اخرى من نوادي تانية مختلفة هدفها الرئيسي والاساسي والحفاظ على التراث الشركسي للاجيال اللي بتيجي هلا الاجيال الجديدة قدي انتوا بتحققوا الهدف هذا قدي فعلا بتحسوا ندين انكم حققتوا هذا الهدف هلا احنا طبعا كل الحفلات والفرقة نفسها هدفها هو إحياء التراث بس نحنا حفلتنا هاي يوم الخميس اللي ها هدفين رئيسيا الهدف الاول اللي هو شعار الفرقة او شعار الحفلة تاعتنا اللي هو ازرع شجرة تخلق بستان وعلم شاب تخلق أمة فهذا معناه انه نحنا عم نعلم للاجيال عم تطلع عاداتنا ورسالتنا وثقافتنا وتراثنا ومنحب انه كمان نورجي للناس اللي ما بتعرف هاي الثقافة والهدف الثاني اللي هي دعم للمدرسة مش بس انه احنا كفرقة بدنا دعم لفرقتنا كمان نحب ندعم مدرستنا مشان هذا الاشي بنعكس على الطلاب اللي هم جزء من الفرقة سواء تحصيل اكاديمي او نفسيا وهذا كل اشي نحنا كتاب نهتم فيه طبعا غير اكيد اللي هو التراث اللي نحنا عادين منحكي عنه حلو حلو عمر ذكرت انه انت بالمدرسة او بالفرقة كبان من زمان وحكيت انه بتعلم اشياء بعيدا عن الرقص طبعا ولكن تعلم اشياء اخرى مثل مجوز الانضباط الاخلاق المعينة شو انت تعلمت شو اكتر اشي فادك اكتر اشي سقل شخصيتك اكتر اشي خلينا نحكي عمل عمر من خلال الفرقة يعني بتتعلم بالفرقة غير عن البيت انك مثلا كيف تنظم وقتك كيف تعرف امتى هاد بسير امتى هاد ما بسير امتى لازم اكون على الوقت بالزبط ما بسير اتأخر يعني كتير شغلات تحترم الاكبر منك كتير تحترمه يعني كتير شغلات من عاداتنا كتير متعلمها هي من الفرقة لشانه ما بسير مثلا يعني ما بسير كيف اقولك ما بسير تحط اديك بجيبك وزلم كبير بحكي معاك مثلا مثلا يعني من الامثلة هاي الموضوع حلو تتعلم كتير شغلات حلو شوفي هاي نسرين التفاصيل الكتير صغيرة احنا بجوز منفتقدها بجوز حاليا مثلا احنا جيلنا تربينا عليها يعني احنا الجيل القديم شوي صغير تربينا على هاي الشغلات انحكالنا انه لما الكبير عم بيحكي انت ما بصير مش ما بصير تحكي لازم تسمع مثلا لما يخلص انت دورك تحكي بجوز هاي الاشياء التفاصيل الصغيرة حاليا بجوز منفتقدها او عم بتروان شوي شوي او مثلا احنا انا بتذكر انه ممنوع نحط اجر على اجر بحضرة حدا كبير يعني اذا الجد او الجدة او الاعمام يعني مبسرش تقعد وتحط اجر على اجر فكيف هاي الاشياء عم بنحس كلمة انت ما بصير نحكي ع حضرتك مثلا لازم نحكي او كذا بس كيف الجيل هلأ الدنيا تغيرت هلأ الجيل الصغيرة عشرة سنين بتبلش معهم كيف تبلشوا؟ يعني نبلش اوليتها على الخفيف لسه اولاد صغار يعني ما بدك تطفشوا من اوليتها يعني زي ما بيقولوا بس يعني هيك تبدأ على الخفيف على الخفيف هو لحاله بيصير يتأقلم على الموضوع يعني حلو ولما يكبر خلاص لايراديا بيصير هو يحب الفرقة هو يحب كل اشي فيها ويكمل لحاله يعني حلو حلو نتمنى لكم التوفيق اكيد كل التوفيق شكرا لكم يوم الخميس كمان مرة بنذكر انها بقصر الثقافة اي ساعة بس مساء والتذاكر موجودة بيقدر يدخلوا كمان على موقع فيسبوك اذا لكم فرقة فيه على الانستجرام فيه على الانستجرام لكم صفحة باسم البروس دانس تروب البروس دانس جروب تروب تروب اه اوكي للتفاصيل اكتر عشان يحضروا اللي بحبوا انهم يشتروا تيكتس ويحضروا الحفلة شكرا لوجودكم كمان مرة